تشتهر مدينة دراو بمحافظة أسوان بوجود سوق الجمال فيها والذي يعد واحدا من أشهر الأسواق بجنوب مصر يشهد سوق دراو زخما خاصا بتوافد التجار من كافة محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد كما يعد السوق الأكبر بالمحافظة لاستقبال الإبل القادمة من دولة السودان لا تتميز محافظة أسوان بسحر الشرق وعظمة المعابد والأماكن الأثارية وإنما أضاف لها سوق الجمال بمركز دراو بعدا خاصا باعتبار أحد العلامات البارزة والمميزة في المحافظة حيث يتوافد التجار من شتى أنحاء الجمهورية خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع ويستقبل السوق أعدادا هائلة من الجمال من مختلف الأنواع نستقبل الجمال من السودان إلى محافظة أسوان ونتجمع في سوق دراو هنا نبيع ونشتري فيها لجميع البشر السوق عندنا هنا السبت والأحد والجمال بتاجي من أبو سنبل بيستلموها فأبو سنبل وبتنزل دراو بتاجي الخميس هنا بتتوزع الوكلة موطن هذه الجمال الأصلي هو السودان تسافر إلى مصر عبر منفذ أرقين ويتم فحصها عبر الحجر البيطري بمدينة أبو سنبل ثم تباع في سوق السبت والأحد الأسبوعي بمدينة دراو كانت الجمال منذ زمن بعيد تقطع مسافات كبيرة سيرا على الأقدام لتصل إلى السودان إلى مصر ولكن مع مرور الوقت وتطور وسائل النقلة وتعدد المعابر تغير الحال وتأتي الجمال من خلال معبرين بجنوب مصر الأول من خلال المعبر الشرقي من خلال مدينة شلاتين والثاني المعبر الغربي من خلال مدينة أبو سنبل السياحية تم العمل في سوق الجمال بنجع الغابة في مركز دراو مطلع السبعينيات من القرن الماضي لتصير تجارة الجمال من المهنة التي يتوارثها الأجداد والآباء ويحرص التجار على توريثها لأبنائهم من بعدهم ترجمة نانسي قنقر